السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في محاضرة جديدة بمادة مهارات التواصل في السلامة كنا في المحاضرة الماضية قد تكلمنا عن أهداف عملية التواصل داخل المؤسسة أهداف عملية التواصل داخل المؤسسة ونواصل إن شاء الله في هذه المحاضرة ونتكلم عن أنواع التواصل داخل المؤسسة أنواع التواصل داخل المؤسسة بمختلف أنواعها الداخلية والخارجية الداخلية والخارجية تم تعريف الاتصال في المحاضرات الماضية وقلنا إنه هو أحد الوسائل التي تربط بين الأشخاص ويتناقلون عن طريقها المعلومات والمعارف والخبرات والمشاعر والأحاسيس لتحقيق غاية من هذه العملية باستخدام قنوات ووسائل اتصال منظمة حسب المتاح فيه المنشعة بشرط أن يحقق هذا التواصل الهدف منه بين جميع العاملين في المنشعة بما فيهم الإدارة والقيادة العليا والعاملين والموردين والعملاء والجهات الخاصة والحكومية التي تتعامل معها المنشعة وتنقسم في هذا الصدد قنوات الاتصال إلى عدة أشكال وأنواع منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي داخلي يعني داخل إطار المنشعة الواحدة والخارجي هو تواصل المنشعة مع المنشآت الأخرى أو الأفراد الآخرين على حسب طبيعة العمل وطبيعة المنطقة الجغرافية ويتم تحديد هذه القنوات حسب الحاجة لها والهدف من توفير نظام اتصال يوفر عامل الأمان في توصيل المعلومة وأحيانا العاملة السرية يوصل الرسالة كما ينبغي لها أن تصل بالإضافة طبعا إلى نظام تحكم ومراقبة على عملية الاتصال بحيث أنها تسير في نسق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه العملية عملية الاتصال مع الجهة الخارجية أو الجهة الداخلية لكن بالعموم نستطيع أن نصنف عمليات التواصل المؤسسي من حيث أنها داخلية وخارجية إلى هذين الصنفين التواصل الداخلي والتواصل الخارجي وزي ما ذكرنا التواصل الداخلي الداخلي هو الذي يتم داخل حدود المنشعة داخل حدود المنشعة ويستخدم قنواتها التنظيمية المتاحة في تبادل المعلومات والخبرات والأوامر والتقارير والتعليمات بين أجزاء المنشعة المكونة لها من إدارات وأقسام وأشخاص وعلى الرغم من أن هذا الاتصال يستخدم القنوات التنظيمية بأبعادها الثلاثة في تمام الاتصال بعاد الثلاثة المقصود اتجاه الأعلى من المرؤوس إلى الرئيس أو اتجاه الأدنى من الرئيس إلى المرؤوس أو الاتجاه الأفقي بين الزمناء الذين هم في نفس المرتبة الوظيفية المرتبة الوظيفية لكن زيادة حجم المنشعات والضغوط العمل وارتفاع المستوى الثقافي والتعليمي وكل هذه الأمور تؤثر على فعالية عملية الاتصال سواء كانت رأسية أو فقيعة أو كانت صاعدة أو نازلة وعلى هذا النحو يمكن أن نصنف التواصل الداخلي أو عملية الاتصال الداخلي إلى أربعة أنواع إلى أربعة أنواع داخل المؤسسة اتصال الأول هو الاتصال النازل وهو الاتصال الذي يتم من المسؤول إلى من هو أدنى منه في المرتبة الوظيفية إلى المدراء الأقسام إلى المشرفين إلى جميع العاملين وهكذا عندي عكسه تماما هو الاتصال الصاعد الذي هو الاتصال الذي يقوم من الموظف إلى من هو أعلى منه من العامل إلى المراقب أو من المراقب إلى المشرف من المشرف إلى مدير الإدارة أو من مدير الإدارة إلى المدير العام عندي أيضا من أنواع الاتصالات التي يمكن أن تتم داخل المنشأة الواحدة والاتصال الأفقي الذي يتم بين الموظف والموظف الآخر زمين الذي يقع معه في ذات الدرجة الوظيفية هذه هي الأنواع الثلاثة الأساسية في عملية التواصل المؤسسي داخل المنشأة النوع الرابع هو الاتصالات الشخصية وهذه ليس لها علاقة بالصعود والنزول أو الأفقية وإنما هي اتصالات شخصية تتم داخل المنشأة يمكن أن تتم ما بين مدير وعامل وما بين عامل ومشرف في حدود العلاقات الشخصية التي تربط بين هذين الشخصين وهي في الغالب ليس لها التصاق وعلاقة وثيقة بأهداف العمل بالنسبة للاتصالات النازلة تكون دائما في شكل خطط وأوامر وتعليمات وقرارات ومشاورات وبالنسبة للاتصالات الصاعدة تكون في شكل تقارير موظف يرسل تقرير لمديره تكون في شكل آراء تكون في شكل شكاوى اقتراحات وهكذا بالنسبة للاتصالات الوفقية يمكن تكون تبادل معلومات تبادل معلومات عفوا يمكن أن تكون استشارات يمكن أن تكون يعني تفكير مشترك اجتماعات من أجل حل قضية معينة الاتصالات الشخصية على حسب طبيعة الاتصال وطبيعة العلاقة ما بين عامل وعامل ليس لها أشكال معينة وإنما تحكمها طبيعة العلاقات الشخصية التي تربط بين كل عامل وعامل النوع الثاني من أنواع الاتصالات المؤسسية داخل المنشأة هو الاتصالات الخارجية وهذا النوع من الاتصالات يتم تبادل المعلومات والوثائق والخبرات بين المنشأة والبيئة التي تعمل فيها وتنقسم هذه الاتصالات إلى اتصالات مع الموردين اتصالات مع الجمهور العملاء اتصالات مع الجهات الحكومية اتصال مع مؤسسات شبيهة تعمل في نفس المجال اتصال مع المجتمع المحيط بالمنشأ اتصال مع المجتمع المحيط بالمنشأ ويمكن أن يستخدم في هذا النوع من التواصل التواصل المكتوب عن طريق الرسائل أو الإيميالات أو التواصل المباشر عن طريق الاجتماعات أو عن طريق اللقاءات أو درش العمل أو خلافة لممارسة العنشطة التي تقوم بها المؤسسة من الحصول على عقود أو عطاءات أو من الترويج لمنتجاتها أو من عرض خدماتها كل هذا يتم التواصل بشأنه خارجيا أو لحضور مثلا جلسات في محكمة العمل خاصة بقضايا تخص العمال أو تخص المؤسسة كل هذا من أنواع التواصل الخارج كل هذا من أنواع التواصل الخارج طيب بالنسبة لي مسألة العوامل المؤثرة على عملية الاتصال لأن الكلام فيها يطول سنرجوها إن شاء الله للمحاضرة القادمة ونكتفي بهذا القدر من الدرس لهذا اليوم الذي تعرفنا فيه على أنواع عملية التواصل داخل المؤسسة بنوعها الداخلي والخارجي وأنواع الداخلي اتصالات الصاعدة والنازلة والوفقية وكذلك الاتصالات الشخصية وتعرفنا على الاتصال الخارجي وهو الاتصال الذي تقوم به المؤسسة مع البيئة المحيطة بها من موردين وعملاء وجهات حكومية وشركات شبيهة في مجال العمل أو غيرها من الأطراف الخارجية ذات العلاقة والصلة بعمل المنشأة أو عمل المؤسسة المؤسسة بحماس بحماس كده وبقوة زي أمس نواع التواصل الأربعة أيوا التواصل الداخلي كنا عنده أربعة أنواع أو أربعة أسكال التواصل الداخلي داخل المؤسسة واحد الاتصالات النازلة ممتاز وهذا تكون من وين إلى وين من المسؤول إلى من المسؤول إلى من هو أقل من تمام واللي بعدها اثنان الاتصالات الساعدة من الموضف من الموضف من هو أعلى منه تمام تمام الاتصالات الاتقية بين الموضفين في نفس الدرجة والوظيفة تمام أربعة الاتصالات الشخصية الاتصالات التي تكون وجها لوجه وجها لوجه ممتاز ممتاز طيب على ضو هذا الكلام التقارير التقارير تنتمي إلى أي نوع من هذه الأنواع التقارير نعم شعري نعم التقارير تبعين ومش هذه الأنواع يعني أي وحدة نازلة أو الصاعدة أو أيوة أيوة الصاعدة أيوة صاعدة نعم لأنها من مستوى أدنى إلى طيب الأوامر الأوامر والتعليمات الافقية لا ما في أحد يأمر زميله وإنما الأمر يجي من وين من البشغول من البشغول أيوة من فوق الاتحيد إذن هو التصال نازل الأوامر والتعليمات هي التصالات نازلة واضح ممتاز ممتاز يا مشاري ممتاز في أحد عنده سؤال يا شباب أحمد ياد تركي حسان رايد في أحد عنده سؤال أو إضافة أو استفسار أو شيء ما هو واضح محمود مساعد محمد سعيد فيصل قطيك الآن حسان قطيك الآن واضح يا بسم هل شيء واضح الله أعافيكم الله أعافيكم إذن نلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة وإلى ذلك الوقت والحين أترككم في أمان الله وحفظه ورعايته